أعلن النائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أمين عام حزب إرادة جيل ترحيب وتأييد الحزب بالمبادرة الرئاسية لعقد مؤتمر للحوار السياسي الوطني وأكد النائب محمد تيسير مطر أن الشباب مصر بصفة عامة وشباب حزب إرادة جيل يوجهون رسالة الشكر وتقدير للرئيس السيسي على تلك المبادرة الرئاسية من أجل هذا الحوار وأن الحزب سيطرح أفكارا ورؤى تخدم الوطن والمواطن